يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا وبشوفوا برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى زي ما انتوا عارفين حياتنا فيها حاجات كتير قوي نتكلم فيها ونتكلم عليها في ناس كتير جواها وجع كبير محتاجة ومستنية اللي يتكلم عنها ويحس بيها ناس شايفة ان هي ما عملتش اي حاجة في الدنيا ولا قزت اي حد ولا اختارت نصبها ولا قدرها وتلاقي نفسها فجأة محاصرة بنظرات واحكام بتكون في الغالب جرحة ومؤلمة زي بالزبط المرأة المطلقة في مجتمعنا دايما بتلاقي حواليها انتقادات كتير عليها كتير جدا مش بتسبب حالها انت متطلقة يعني انت ستة فشلة واكيد فيك عيوب خلت جوزك مايقدرش يكمل معاكي او يطفش منك من اول لحظة الستة دي من اول ما بتتطلق ومن اول لحظة بتتطلق فيها وهي بتواجه وجعها وبتواجه في نفس الوقت المجتمع اللي بيوجعها اكتر من قلم الانفصال والستة المتطلقة دي انتو مش قادرين تفهموا قد ايه بتحس جواها مشاعر متلغبطة كتير جدا اول حاجة انا بيتي اتخرب بتعارفين يعني ايه الستة تحس ان البيت اللي قاعدت تبني فيه وتحلم احلام كبيرة فيه فجأة تلاقي البيت ده اتهد وتخرب ومضطرة ان انا بتدي المشوار من اول وجديد الستة المتطلقة بتدخل في دوامة في دوامة من التفكير ومن التساؤلات اسئلة 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 طول الوقت هواجه الناس ازاي طب هيقولوا علي ايه طيب اقول ان انا اتطلقت ولا اسكت وخبي طب هكمل حياتي ازاي اسئلة كتير اقوي بتدور في زهن كل ستة متطلقة هواجه العالم الجديد ده ازاي المفوضة بقى مبسوطة وعملة نفسي قوية وتحدي وانا مخسرتش حاجة ولا ابين خسارتي واواجه الخسارة الداخلية اللي انا حساها انا عايز اقول لكم بقى ان قبل اتخاذ القرار ده الستة بتقعد ممكن توصل لسنين وهي بتفكر في اليوم اللي هتاخد فيه قرار الطلاق كونوا متأكدين ما فيه الستة بتاخد القرار بسهولة وخصوصا كمان الستات اللي بتاخد قرار الطلاق وهي بتحب الراجل ده فبيبقى اصعب واصعب واصعب عليها طيب خدت القرار واتطلقت كل الاوجاع اللي جوه دي ما حد اش شايفها فييجي كمان المجتمع يزود الاوجاع دي باوجاع تاني كتير جدا من المطلقات بتعيش حياتها وكأن فيها وصمة عار بتلاحقها مع ان ممكن ما يكونش لها اي زنب نهائي او ما كانش قدامها اي اختيارات تانية غير الطلاق لان جوازها ده هيدرها هيدر ولادها هيدر كرامتها يجي على صحتها عشان كده النهاردة هنتكلمه بشكل واسع جدا وبشكل يعني بشكل صريح وواضح وستريت عن الستة المطلقة والاحاسيس الصعبة اللي بتعيشها وبنشوف ليه المجتمع بيخاف منها وليه دايما بيتهمها وبيحكم عليها من غير ما يعرف ظروفها نهائي ولا حتى يعرفوا من غير ما الناس حتى بتسمع ايه اسباب الطلاق ولا حتى شخصيتها ايه